الفترة اللي احنا فيها دي يبقى في لسعة بيت فدايما أنا أقول لازم اللي هيرجع وقت متأخر من اللي يبقى معه جاكت اللي هينزل بدري يبقى معه جاكت بالنسبة لأطفالنا يعني بلبسه لأنه بينزله بدري قوي بيبقى لسا الدنيا ساعة فبلبسه ومش هلبسه ليبشي شتوي بس جاكت أو بلوفر يعني خفيف شوية وحاول أنبع عليه ما تقلعهوش لأن أنا عارف الولد حتى في نص اليوم لو بلوصفت ولا حتى أولوه في نص اليوم لأن الولاد صغراء بيعملوا إيه بيجوا في الفترة بتاعة البريك في الفصحة بيجري ويعني بيعرق ويعني عامل في يوم قلع البلوفر أو الجاكت اللي اللبسه نهوله فلا لازم هنبقى عليه حتى الورق ما تقلعهوش ولما يجي البيت أبقى أنا أخده أعمله الشوار وألبسه بقى اللبس المناسب لكن مهم طوله ما لبستك بلوفر في الصباح ما تقلعهوش حتى الورق عشان كده ما نلبسش برضو تقيل قوي بيبقى بلوفر خفيف شوية يعني ما هوش شتو تقيل أو جاكت خفيف شوية عشان بس فترة الصبح دي لأننا بدأنا فعلا الفترة اللي بيبقى فيها الصبح والليل متأخر والصباح الباكر بقى في لها سعب برد فعلا ترجمة نانسي قنقر